اطلع الأستاذ عادل البعكاب المدير العام لمديرية الشعر على الأعمال الأخيرة لمشروع الطاقة الشمسية بحقل المواجه بعد استكمال كافة أعمال المشروع وفي ذات استياق اطلع المدير العام خلال زيارته للمشروع على الدورة التدريبية لعدد عشر من مهندسي مؤسسة المياه على كيفية تشغيل الطاقة الشمسية بالحقل ومؤكدا على أن مشروع منظومة الطاقة الشمسية بحقل المواجه والذي يحتوي على 864 لوح للطاقة الشمسية بطاقة انتاجية نصف ميجا سيسم في حل جزء كبير من مشكلة غطاعة الكاروبا وشحة تموين المياه إلى المدينة من خلال استمرارية عملية ضخ المياه من الحقل اشتركوا في القناة